الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وزير الدفاع الأمريكي يؤكد الولي عهد السعودية أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية اليوم بريطانيا تستضيف قمة الدول الصناعية السبع الكبرى عبر الفيديو لبحث توزيع لقاحات كورونا الرابع صباحاً أثنية بتوقيت جنانيت شمو جزون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم قدر رئيس عبد الفتاح السيسي أنه شرف باستقبال أخيه عبد الحميد البيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة وأشار الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التاصل الاجتماعي إلى أنه جار التشاور حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته يقام اليوم مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن افتراضين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا للمرة الأولى منذ نعقاده عام 1963 ومن المقرر أن يصدف المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف الأطلسي خلال السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة ويهدف مؤتمر هذا العام إلى تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بعد أقل من شهر من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية مؤكدا دور المملكة المحورية لأمن واستقرار المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وزير الدفاع الأمريكي الذي جدد إدانة بلاده للهجمات الحوثية على السعودية وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها وثمن وزير الدفاع الأمريكي جهود السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن وشينا إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعز على الأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل مسبقا من نية الولايات المتحدة إعلان استعدادها للتفاوض مع إيران حول العودة للاتفاق النووي وفي وقت سابق أبلغ وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام باتفاق النووي كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة خمسة زائد واحد تستضيف بريطانيا اليوم قمة مجموعة السبع الافتراضية حول التعاون الدولي بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا وقالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو خلال القمة إلى التعاون الدولي بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا ووفقاً لبيان الحكومة سيستغل جونسون فرصة الاجتماع للدعوة إلى إيجاد نهج عالمي للتطعمات من أجل إنهاء السياسات القومية والانقسامية والتي شابت الاستجابة الأولية لفيروس كورونا أعرب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وأوروبا اقتراحه بتخصيص ما بين 4 إلى 5% من إمدادات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان النامية وقال ماكرون قبل مجموعة السبع إن إعطاء الجرعات للدول النامية لن يؤخر حملات التطعيم المحلية يوماً واحداً وضف أن تسارع عدم المساواة العالمية يمهد الطريق لحرب التأثير على اللقاحات حيث تستخدم الصين وروسيا الجرعات لنشر نفوذ هما ذكرت المراكز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها أعطت حوالي 57 مليون و800 ألف جرع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وقالت المراكز الأمريكية إن أكثر من 41 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة بينما حصل 16 مليون على الجرعة الثانية يذكر أن المراكز الأمريكية أجازت لقاحي موديرن وفايزر بايونتك نهاية المجازة وفي النهاية نحيط المستجد المشاهدين بأن تردد أكسر نيوز الجديد هو 11785 معدل الترميز 27500 معامل للسقطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على حسن المتابعة